بسم الله الرحمن الرحيم من الخصائص النبوية التي ذكرت في القرآن الكريم وهذه الخصوصية يشترك فيها الأئمة المعصومون عليهم السلام فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وهي أنه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير إنما نقول هذه هذه الخصوصية يشترك فيها الأئمة عليهم السلام مع النبي صلى الله عليه وآله فيها لأن النص ورد على ذلك أو في ذلك هل كم ليلة كنا نذكر خصوصيات اللي حتى الأئمة عليهم السلام لا يشاركون فيها النبي صلى الله عليه وآله لكن هذه فيها اشتراك للنص النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الناس كقاعدة أولية الناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم إذا واحد إجا الشخص قال له لا تمشي مننا روح من هناك يقول له أنتش عليك مني لك ولاية علي أو قال له هذه فلوسك شيل نصها أدفعها لفلان لأخوك يقول له ما أدفع كيف النبي صلى الله عليه وآله له ولاية على الناس يتصرف في حرياتهم المرتبطة بأنفسهم وأموالهم وهذا معنى القوانين ممكن النبي صلى الله عليه وآله مو نقول ممكن له هذا الحق أن يسن قوانين يجيش الجيوش يقول يلا يتشكل جيش نريد أن نذهب للقتال هذا مو أي واحد يقدر يسويها الآن يطلع واحد بالشارع يقولهم للناس يلا تعالوا وياي أنا رئيسكم يقولوا أنت منه أي مناسبة أنت صرت رئيسنا يقولهم أنا مثلا أكبر منكم أنا شخصية وإذا أنت شخصية هذه يريدلها ولي النبي صلى الله عليه وآله يتصرف بنفوس الناس يقولهم تمشون وياي زين يقتلون يخل يقتلون أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم هذا هو النبي صدر أمر يلا طلعوا تندبحون اندبحوا أنا أقولكم اطلعون أنا أولى بكم من أنفسكم يعني لو واحد يقول للنبي صلى الله عليه وآله أنا ما أريد أروح أنا بكيفي لا مو بكيفك النبي أولى بك من نفسك فرضنا النبي صلى الله عليه وآله قال لو لو اليوم إجوا حكم وصدر قوانين هذا الشارع تمشون به هذا الشارع ما تمشون فيه ممنوع له هو ولاية اللي يقول مثلا بولاية الفقيه هذه اللي يريد يقولها وإلا الفقيه يجي يقول أنا أحط قوانين اللي يتجاوز الإشارة الحمراء أحاسبة إذا واحد قال للفقيه لش تحاسبني أنا كيفي أريد أمشي أتجاوز الإشارة يقول لا أنا لي ولاية في هذا الأمر من أين جاءتك الولاية المفروض بناء على القول بولاية الفقيه يقول هذه الولاية جاءتني من الإمام النص الوارد وأما أو فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله الإمام ولايته من أين من النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعليهم مولاه ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله من أين من الله عز وجل لهذا الإمام يقدر يقن آلاف القوانين اليوم اليوم في هذا العالم القائم يقولون أكو مجالس تشريعية يسموها مجالس تشريعية اللي تنتخب في مختلف بلاد العالم هذولا الناس اللي ينتخبون فعلاً لهم حقي شرعون مثلاً يقول هذا منعه هذا نخليه كمسألة شرعية الآن إحنا مع غض النظر عن القوانين كمسألة شرعية له ماكو واحد مشرع منو يقدر يشرع المشرع هو الله عز وجل ومن جعله الله تعالى أعطاه هذه الصلاحية هذه الولاية النبي صلى الله عليه وآله أعطي هذه الولاية وهو صلى الله عليه وآله أعطاها لأمير المؤمنين عليه السلام بأمر الله عز وجل الآية الكريمة الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة ماكو أحد عنده خيار يقول والله أنا أتصرف بكيفي النبي لما يقول شيء فهو من الله تعالى ويجب أن يطاع أي شيء يقول يكون ينفذ لما قال صلى الله عليه وآله آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا هذا أمر المفروض رأسا يطاع من دون أي نقاش الآن يصير اعتراض هناك من اعترض قال إن النبي الصيغة المخففة اللي تذكر عادة هنا صيغتين وحده إن الرجل ليهجر كل شيء صيغة ثقيلة شوي يخففوها أحيانا قالوا لا إن الرجل قد غلب عليه الوجع مو لا يهجر هي نفس النتيجة زين اللي يغلب عليه الوجع أو يهجر هذا اللي يقول كلام ما لا معنى الآن لو شفنا شخص عادي في حالة في حالة مرضية قام يقول كلام ما لا معنى مو مرتب نقول هذا غلب عليه الوجع أما إذا قاعد يقول كلام معقول يعني لو هو واحد الآن أصعب حالاته قال الأهل جيبوا لي ورقة وقلم أريد أكتب لكم شيء يفيدكم نقول لي أنت ما تفتهم ليش نقول لي ما تفتهم قاعد يقول كلام معقول هذا الشخص العادي فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين ثم ليش وقفوا أمامه هذه لها السبب يعني هذا تساؤل يجي شنو حسوا ذول اللي قالوا لا لا تجيبوا له ليش حسوا أحسوا أن هناك شيئا مو في مصلحتهم يراد أن يكتب لأن بعضهم مش قاتبين قائلين إيه أراد أن يكتب أخرج المشركين من جزيرة العرب زه هي هذه ما فيها المشكلة أخرج المشركين من جزيرة العرب ليش صار بيها حد شي لا لا تجيبوا له وضعه مو طبيعي هناك شيء آخر شيء خطر الأنكى من هذا كله أنه قائلين اختلفوا فيما بينهم يعني ما وقفوا قالوا إيه النبي أمرنا يلا خلي نسوي اختلفوا قسم قالوا إي قسم قالوا لا يعني ما ما اجتمعوا على شيء وبعدهم قالوا زين الآن نجيب لك يا رسول الله مثل التفضل صار منهم قال أبعد الذي قلتم عقوا بهذا الحش اللي حشيتو الآن تقولولي نجيب لك ورقة وقلم يعني إذا جابوا الآن يعني كتف أقصد كتف لو يجيبوا للآن بعد هي ضاعت القصة حتى لو الآن يجيبون ويكتبون كان قالوا وبعدين لا هذا الحش كان ممضبوط كان قد غلب عليه الوجع يعني القضية أضيعت وهذه مشكلة يعني حقيقية موجودة في كثير من الأزمنة أنه لما يقوم شخص يتكلم بكلام حق غالب الناس إما كثير منهم يعارضو أو إذا كل يريدون يسوون نفسهم يعني هم زينين وكذا يسكتون يعني ما يخلون الحق يمشي عندما يرون هناك من هو ضد الحق يسكتون الزهراء عليه السلام هذا المذكور لما جاءت إلى المسجد وخطبت خطبتها المعروفة الشهيرة نفر واحد ما قام يأيدها نفر واحد ما قام قال الزهراء عليه السلام مظلومة ليش ما جاي تعطوها حقها ما حد قام أبدا الناس ساكته عبيد الله ابن زياد صعد على المنبر في مسجد الكوفة هذا المذكور في التاريخ قام يشتم أمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام ما حد قام له إلا واحد واحد أعمى شايف قام أوحشه بقيت الناس ساكته هي هذه اللي تخلي الطغات يتشجعون وتمشي أمورهم هذه السكتات لما يشوفون الناس ساكته دول الساكتين يمكن كثير منهم يعتبر نفسه متفضل يقول أخو أنا ما سويت شي أنا ظليت ساكت هو هذا وقت سكوت ليش من ياخدون منك 20 دينار تقلب الدنيا لا تخلي محكمة لا تخلي مخفر تروح يمين وشمال على 20 دينار وال50 دينار أما من توصل القضية للدين يقول أنا ما سويت شي ظليت ساكت أنا ش علي انت ش عليك الدين انت ش عليك منه على كل حال فهذه وحدة من القضايا سيروا نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة هاي منصوص عليها ما سووا ما سووا ما نفذوا الجيش أسامة ظل واقف الجيش بمحلة ما مشه الى ان توفي النبي صلى الله عليه وآله هاي ش تسموها لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وما داروا بال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيار لكن ما اعتنوا اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ترى بالمناسبة هذه شغلة يكون تنقال الكتب المعتبرة الصحاح الستة اللي سموها الصحاح الستة كلها فيها اهل بيتي اما اعترتي اهل بيتي اوصيكم الله في اهل بيتي ما فيها كلمة سنتي هذه تلقوها بكتب اخرى موجودة لكن هذه الكتب اللي هي عليها الاعتماد ما فيها هالكلمة كلها اهل بيتي وحتى ديش اللي وسنتي اكو نسخة ثانية ونسبي مو وسنتي يعني النقاط محلها مختلف كتاب الله ونسبي اللي هما اهل بيتي بس صار النقاط اتغيرت صارت وسنتي وليه نسبي في نسخة اخرى وليه نسخة وليه نسخة لن يفترق كهاتين وجمع بين سبابتيه لا يفضل احدهما على الاخر كهاتين ولا اقول كهاتين الوسطى والسبابة فتفضل احداهما على الاخرى ايش شكل مع بعض وهذا هم وجداني يعني مع غض النظر عن الدليل القرآن الكريم هل كثر فيه آيات كريمة اللي الانسان لما يقراها ما يدري شنو معناها تحتمل معاني عديدة هذه التفاسيخ الموجودة بالأيدي شوفوها كل اغلب الآيات يقول قيلة كذا قيلة كذا قيلة كذا قيلين ثلاث قيلات عشر قيلات زين هذه القيلات شنو قيمتها يعني إذا واحد مسلم يقول أنا أريد أقرأ قرآن أريد أفهم شنو القرآن يقول يفتح التفسير يقول قيلة كذا قيلة كذا زين أنا شأسوي هذه القيلات شلون تحل المشكلة بالنسبة لي مو لازم يكون هناك من يرجع إليه حتى يحل المشكلة حتى يكون قوله هو القول الفصل وإلا فلان قال وألان قال شن يعني شنسوي لهم قاعدين شم واحد هم يفسرون القرآن لو تسألهم نقولهم أنتو شنو أنبياء لا أنتو أئمة لا إحنا نفسر القرآن زين على أي أساس تفسرون من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يكون هناك من جعله الشارع مفسرا للقرآن والرواية معتبرة صحيحة كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما اثنينهم لن تظلوا مو واحد منهم اثنينهم تتمسكون بهم لن تظلوا على كل حال نرجع مسألتنا الآيات الكريمة تنص على أن للنبي صلى الله عليه وآله ولاية على الناس عادتين بهالمسأل آية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يجيبون هالمثال أنه إذا قال للواحد طلق مرتك لازم يطلقه إيه لازم يطلقه إذا قال لبيع بيتك لازم يبيع بيتك بس هي مقصة طلق مرتك وبيع بيتك هذا شغلة بسيطة والنبي ما قال للواحد طلق مرتك ولا قال لبيع بيتك هذه ولاية عامة ولاية اللي يقدر يصدر القوانين يقولهم تسوون هالأمور هذا ممنوع هذا مسموح به يتصرف بأموالهم ونفوسهم وما لهم حق يأترضون لأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وصلى الله على محمد وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر